اشتركوا في القناة الجزائر بطلة العرب الجزائريون السياد المنطقة أشبال بوغر أثبتوا مرة أخرى أنهم الأحسن بعد أن تمكنوا من حجز اللقب لقب ثاني بعد كأس إفريقي للأمام قبل عامين يؤكد المنح التصاعد للكرة الجزائرية الخضر قدموا اليوم لقاءنا رائعا وللتاريخ قدموا كل ما لديهم قاتلوا واجتهدوا وفي الأخير أسعدوا كل الجماهير الجزائرية التي وقفت خلفهم فألف تحية لبوغر وألف تحية للاعبه أيضا الحادث اليوم لن يكون كالأيام السابقة سنقوم اليوم بتقييم كل لاعب سواء في لقاء اليوم ضد تونس أو في الدورة ككل والبداية بين بولحي الرئيس قدم اليوم أيضا لقاءنا رائعا أثبت به أنه الأحسن على الإطلاق بولحي قدم دور للتاريخ أيضا وأعاد اكتشاف نفسه وأعتقد أن اختياره أحسن حارس في البطولة أمر نفروغ منه حيث كان واحدا من أسباب الفوز بالبطولة هنا يحمل أمامكم الرئيس القفاز الذهبي شتي قدم أيضا بطولة رائعة جدا عدا لقاء واحد كان ضد مصر باقي اللقاءات كلها كانت رائعة وأعتبره أكبر مستفيد من الدورة حيث بصم على مستوى يؤهله للعب الخضر في الكام بالمناسبة هذه الصورة من صور الدورة بامتياز بخصوص لقاء اليوم لا أبالغ إن قلت أنه أحسن لاعب في اللقاء بالنسبة لي على الأقل دفاعيا كان صلبا وأوقف دراجر والمساكني نقطة قوة تونس وهجوميا رغم أنه لم يكن يهاجم شكل مكثب لكن جهته حاملت الخطورة بنعيادة من أكثر اللاعبين الذين انتقتهم في الدورة الحالية لكن أعترف أنه قدم نصف دورة رائعة جدا خاصة في اللقاء النصف النهائي وأيضا اليوم في النهائي هذه من صور النهائي أيضا أرىها صور ممتازة لقاء اليوم كان ممتازا جدا هجوميا لم يظهر كثيرا لكنه أعطى الأمان للدفاع وأخفى بشكل كامل كل اللاعبين الذين تدولوا على الجهة على جهته اليمنى بدران بدران يا بدران كل من يتبعني يعرف أنني معجب كثيرا بهذا الأنيق في البطولة الحالية كان أحسن مدافع بدون منازع ليس في الجزائر فقط بل في كل المنتخبات أعتقد أنه قدم أوراق اعتماده لبلماضي بشكل واضح ولن أتفاجأ إنشاءته أساسيا في الكامل وربما ما كان بالعمري أو ماندي بالعمري قدم اليوم لقاءا جيدا عيبه أنه يرمي الكرات الأمام كثيرا مرة تستغمر له على العموم دفاعيا لم يخطئ لكن كتقييم لكامل البطولة لم يكن حاضرا بشكل جيد من حسن حظه أن جزائر تأهالت للنهاء ولعبه إلى الوسط الآن ومرزق اليوم كان سيئا جدا 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 للأسف أعتقد أنه فقد ثقة بنفسه منذ لقاء المغرب لم أشعر بوجوده بتاتا وكان عبئا على بندبكة على العموم طيلة الدورة يمكن اعتباره من بين المتوسطين أدى دور أول رائع لكنه اختفى تماما لم نشاهد مريزق الدور الأول منذ لقاء المغرب للأسف بن دبكة محارب اليوم لعب دورا كبيرا في قاب لعبي تونس كان يقوم بدورين دوره ودور مريزق للأسف أعتقد أنه مثل شتي من بين اكتشافات الدورة على العموم بن دبكة كان من أحسن لعبي الوسط في البطولة وفي حال كان ضمن قائمة بالماضي فإنه يستحق ولو أن الأمر صعب جدا بتواجد لعبين كثر في نفس منصبه نصل لفاكهة البطولة وفاكهة المتخب الوطني أيضا الوسط الهجومي ونبدأ ببليلي بليلي كان اليوم متراجع قليلا أعتقد أن السبب واضح وهو الرقابة اللسيقة التي فرضت عليه التوانس يعرفونه جيدا ولذلك أوقفوه على العموم طيلة البطولة يعتبر من أحسن اللاعبين كان سببا في الوصول للنهائي والتتويج ويكفيه فخرا هدفه الرائع جدا ضد المغرب والذي سيكون هدفا في تاريخ الكرة الجزائرية بليلي بالمناسبة توجه بجائزة الثاني أحسن لاعب في الدورة الفاكهة الثانية ياسين إبراهيمي إبراهيمي بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين أيضا ليس اكتشاف كلنا نعرف قيمة ياسين مهما تراجع مستوى لكن يمكن أن نعتبره رفقة شتي من أكثر المستفدين من هذه الدورة حيث أعاد تقديم نفسه لبلماضي وأيضا لأنصار الخضر اليوم مثله مثل بليلي لم يظهر كثيرا نظرا للضغط الرهيب عليه كل ما يستلم إبراهيمي الكرة ثلاث لعبين توانسى حوله على العموم كان من نصبه أن أسدل السطارة على البطول بهدفه الأخير إبراهيمي بالمناسبة أيضا هو أحسن لاعب في الدورة كما تشاهدون في الخط الهجوم الآن نصر لمزياني اليوم كان سيئا للأسف لم تتح له فرصا كثيرة والفرصتين التي أتيحتا له لم يتمكن من التعامل معهما بشكل جيد لكن لا عليك يا مزياني الخضر فازو مستوى عامة في الدورة كان جيد إلى جيد جدا قدم لقاعات كبيرة خاصة لقاء المغرب والذي أعتبره شخصيا الأهم مزياني استفد أيضا من الدورة وأعد اكتشاف نفسه بعد سنوات الضياع بونجاح الآن بونجاح من أكبر خيبات البطولة لم يسجل كثيرا وأصيب بارتجاج في المخ للأسف لم يستفد من البطولة عليه التركيز الآن على تربص الخضر المقبل للعودة اليوم لم يظهر كثيرا العيب ليس فيه بحسب وجهة نظري العيب في خطة بوغرة حيث ظهر معزولا قاتل لكنه للأسف لم يكن موفقا في التسجيل مزياني لم يساعد أيضا فلو سجل الكرة التي منحها لو بنجاح لخرج بغداد على الأقل بأسيست أو أقول بتمريرتين حسيمتين لأنه هو من كان وراء تمريرتين سعيود البدلاء الآن دراوي اليوم قدم مستوى ممتاز جدا أعاد السيطرة للخضر في الوسط بعد دخوله أعتقد أنه لا يتألق بقوة إلا في حال شارك على العموم هو متألق طيلة الدورة يمكن أن نعتبره من بين اللاعبين الجيدين صحيح لم يحقق أقصى استفادة بلفت أنظار بالماضي لكنه قدم بطولة جيدة جدا ربما تفيده للذفر بعقد خارجي طهرات ورغم أنه لعب دقائق قليلة إلا أنه ترك بصمته مرة أخرى في الصراعات التنائية لا يمكن تقيمه اليوم بشكل كبير على العموم لم يشارك كثيرا أيضا لكنه في اللقاءة التي شارك فيها كان دائما الأحسن أعتقد أن بوغرا اكتشفه في منصب جديد وهو الوسط الدفاعي ولو أنه لعب سابقا في هذا المركز حين كان في أونجي سعيود الآن سعيود الذي لم يظهر منذ اللقاء الأول عاد للظهور في النهائي ثقة بوغرا فيه أتت في محلها وسجل هدفا هو الأغلى في البطولة مستوه لم يكن جيدا لكن الهدف يغطي على كل العيوب بالمناسبة توجب جائزة رجل اللقاء وأرى أن الأمر غريبا على العموم طيلة الدورة مثله مثل طهرات لا يمكن تقييمه لكن أعتقد أنه من بين أكبر خيبات الدورة مثل بونجاه لم يستفيد كثيرا وهو الذي توقع له الكل الانفجار وربما حتى المشاركة في كأس إفريقيا مسكو الختام بالماجيك بوغرا هذا المدرب الشاب الذي سيطر وأبهر وأقنع وقهر المدربين الكبار في صورة عموتة والكبير وأيضا في ريكس سونجاز من دون نسيان كيروش الذي قدم أمامه لقاء كبيرا بوغرا هو أكثر شخص يستحق التحية بين كل لعبي المنتخب والأطر الفنية مدرب تحمل المسئولية رغم أن المنتخب ليس منتخبة ورغم ذلك طهر الجميع وعاد باللقب بوغرا اليوم كان ممتازا كسرعا مستوى في اللقاءة الأخيرة لم يظهر بتاتا أنه مدرب شاب أو أنه قليل الخبرة سيطر على مجرأة اللقاء مع تأخر طفيف في الشوط الثاني لا يمكنني أن أتحدث عن العيوب ربما نتركها لعدد لاحق لأن اليوم للفرحة والانتصارات فمبروك للجزائر ومبروك لشعبها العظيم وإن شاء الله تتوالى الانتصارات عفوا في كأس إفريقيا المقبلة إلى هنا يكون عددنا للنهار اليوم قد انتهى نلتقي قدا في عدد جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر